مشاهدين نبدأ النقاش في هذا الموضوع. أرحب بضيفاي من تونس سيد بحري العرفاوي. الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك معنا. وأيضا أرحب بسيد بلحسن اليحياوي. الكاتب والباحث في العلوم السياسية. أهلا بكم ضيفاي الكريمين. أبدأ معك سيد بلحسن. سبع قرارات جديدة للرئيس التونسي قيس سعيد. أبرزها إجراء استفتاء وانتخابات تشرعية. كيف تنظر إلى هذه القرارات؟ نعم هو في الحقيقة يعني لا يمكن التعبير عنها بقرارات جديدة. وإنما هي الرئيس قيس سعيد في خطابه البارحة كان منسجما مع كل ما أعلن عليه منذ الخامس والعشرين من جوليا. الشيء الجديد الآن أنه وضع سقف لهذه الإجراءات الاستثنائية. ووضع مواعيد لكل الخطوات التي أعلن أنه يزمع القيام بها منذ الخامس والعشرين من جوليا. وهي الاستشارة الوطنية الموسعة. أيضا الاستفتاء. ثم الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها. وأعتقد أن هذه المطالب كانت مطالب فئات كبيرة. سواء من المجتمع السياسي أو من المنظمات الوطنية. وأيضا على المستوى الدولي كان هناك دائما مطالبة بوضع سقف للإجراءات الاستثنائية. خطاب البارحة جاء لوضع هذه المواعيد. وأيضا لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بما يسميه البعض خالطة الطريق. أو ما يسميه البعض خطوات أو خطة الرئيس قيس سعيد. بالإضافة إلى ذلك كان هناك دائما في البداية كانت مقدمة طويلة ضرورية في تصوري. منها حظ المؤسسات وخاصة المؤسسة القضائية على تحمل مسؤوليتها. فيما يتعلق بجملة من القضايا التي تهم تونسيين. نعم. نسمع رئيس سيد بحري وأجدد ترحيب به معنا. نقسم الشارع التونسي بين مؤيد ومعارض لهذه الإجراءات. التي خرج وأعلن عنها رئيس قيس سعيد في خطابه ليلة أمس. أين تقف من هذه القرارات؟ ولماذا؟ تحية لكم والأستاذ المتابعين ولذيفكم الكريم. نعم الشارع التونسي منذ يوم 25. بل حتى من قبل من 2011 هناك انقسام بفعلي ما أتعلم. فاحته الحرية والثورة من تعبير التونسيين عن مواقفهم والصفافاتهم ورؤاهم. بعد 25 ربما تعمقت هذه الخلافات باعتبار أن الكثيرين الذين ذهبوا مع الأستاذ قيس سعيد في إجراءاته الاستثنائية. الكثيرين منهم كانوا غاضبين من أداء منظومة الحكمة قبل 25. أيضا كانوا ربما لهم موقف سلبي من المكون السياسي حركة النهضة وحلفها. ويعتبرون ذاك الحلف وحلف فاشل وربما حلف أساء لتونس وصورة تونس. وهؤلاء تحالفوا أو أعلنوا عن تحالف مع قيس سعيد دون أن يكون قد قابل بذلك. وقد سمعناه البارحة كيف يردوا على هؤلاء. على اتحاد لعب تونسي للشغل على الطيار على حركة الشعب. والرئيس منسج مع ذاته كما قال ضيفكم الكريم. من البداية لست منهم وليس مني. له رؤيته وهو ذاهب إلى الأمام. الرئيس ينهج سياسة صناعة الأمر الواقع. ويفعل ما يرى. ويترك لهم أن يعبروا كما قال. لم أعتقل أحدا تظاهر أو عبره. سيترك لهم أن يعبروا أو أن يتظاهروا. وستكون له هذه الشهادة بأنه يمارس الحرية والديمقراطية. ولا يعتقل مخالفه. كأنه يصيب هدفين به ضربة واحدة. هذا في الجانب السياسي. في الزانب الاجتماعي. الزاوية الاجتماعية. هل سينجح قيس سعيد فيما يقوله برنامجه. أو ما قال عنه البارحة. ما عبر عنه البارحة. هو خالي من أي مضمون اجتماعي. الحديث عن الصلح الجزائي. وأن رجال أعمال الذين نهبوا. والذين تهربوا من الضراب إلى غير ذلك. سيقومون بمشاريع تنموية. في مناطق الأكثر فقرا بالتدريج. كما وضعه رزناما. هذا لا أعتقد أنه كاف. نحن نحتاج إلى مشاريع تنموية. نحتاج إلى رؤية في المعالجة الاقتصادية. والأزمة المالية في البلاد. وهذا ما لم ينص عليه قيس سعيد. ولا أعتقد أنه يملك هذه الرؤية لحد الآن. في ظل ما يشبه الحصار الاقتصادي. الذي تمارسه الدوائر الخارجية. خاصة بسبب موقفها من أداء قيسة. أتيت على نقطتين مهمتين هنا سيد بحري. اسمح لي أشرك أيضا لنسمع رأي سيد بل حسن اليحيا. وإستمعت إلى الملاحظات على خطاب الرئيس هنا سيد بل حسن. أولها نبدأ على مسألة اتخاذه لرؤيته دون إشراك باقية القوى والأحزاب والمنظمات والهيئات. ما يجعله يتفرد بالقرار. وهذه استمعناها كثيرا في خطاب المعارضة للرئيس. للرد بداية على هذه النقطة. ثم ثانيا مسألة أن برنامج لا يحمل أي رؤية اقتصادية تنموية واجتماعية. كيف ترد على هتين النقطتين؟ نعم هو ربما ولأول مرة ومنذ الخامس والعشرين من جوليا. أصبح بإمكان الشعب التونسي وعموم الشعب التونسي أن يحاسب جهة ما عن كل ما يحدث في البلاد أو عما تسير إليه البلاد. قبل ذلك و13 سنوات كان دم الحالة السياسية والاقتصادية التونسية متفرقا بين القبائل. ودائما كان كل طرف ينكر مسؤوليته على اعتبار أنه لم يكن يحكم أو لم يكن يصنع القرار السياسي لوحده. الشيء الإيجابي منذ الخامس والعشرين من جوليا. أصبح الرئيس قيس سعيد هو الوحيد الذي يتحمل مسؤولية ما ستقول إليه الأوضاع. وهذه في حد ذاته نقطة إيجابية. الآن الفردانية والديكتاتورية وما إلى ذلك أمر غير مطروح تماما في تونس بعد تونس 2011 وبعد الربيع العربي. هذا الأمر غير مطروح تماما لا في تونس وأيضا في غيرها من البلدان. هذا من ناحية ثانية الآن الحالة الاقتصادية والمشكلة الاقتصادية والاجتماعية الدائمة في تونس. أحد مفاتيح حل هذه المشكلة هي تخليص رقبة التونس والتونسيين من صانع القرار السياسي الذي هيمنوا على صنع القرار السياسي في تونس في عشر سنوات. وسلموا رقبة الاقتصاد التونسي لبعض الجهات الدولية والداخلية خدمة لمصالحهم المتمثلة أساسا في البقاء في الحكم وصنع القرار السياسي. أحد مفاتيح حل هذه الأزمة هو تخليص تونس من هذا الأمر. ثانيا من الطبيعي أن الأزمة الاقتصادية والأزمة الاجتماعية هي نتاج لعشر سنوات. والذين يطالبون رئيس الجمهورية بإصلاح اقتصادي وإصلاح مالي واستثمار. عجبا لهم كيف لم يتمكنوا من فعل ذلك تيلة عشر سنوات. أعتقد الآن أنه ليس من حقهم. ولكن طرح هكذا سؤال الإجابة عنه سوف تتطلب الكثير من الوقت. تونس متورطة تماما مع صندوق النقد الدولي ومع الاتزاماتها اتجاه صندوق النقد الدولي. ولا يمكنها الفكاك من فخ صندوق النقد الدولي في هذا الحيز القصير. نعم يجب التخلص من الاقتصاد الرائعي والتخلص من الاقتصاد الرائعي عملية كبرى تحتاج إلى إرادة سياسية حرة ومستقلة. ولا تحتاج إلى صناع قرار سياسي على شكلة الذين عرفناهم في العشر سنوات الأخيرة. طيب استمعت سيد بحري لرد ضيفنا اليحياوي حول النقطتين التي أشرت إليهم. واسمح لي أبدأ أيضا في مسألة التفرد بالقرار من قبل الرئيس. أليس في الإصلاحات الدستورية التي أعلن فيها الرئيس استفتاء وإشراك لرأي الشارع على ضوء هذه الخلافات. وبالتالي هذا يتعارض مع مسألة الاتهام بتفرد في القرار؟ أولا الإطلاق المنصات الإلكترونية لإجراء الاستفتاء. الكثير وأغلب المعارضين لقي سعيد يبدون تخوفاتهم من مدى صدقية هذه المنصات الإلكترونية. وصدقية من سيقومون باستجماع الأراء والمواقف والمقترحات. هناك تخوف أيضا المراجعات التي ستكون للدستور من سيجريها؟ من هي الجهة التي سيجريها؟ هي جهة سيعينها رئيس الدولة. إذن كل ما سيحدث طبيعة الأسل التي ستطرح في الاستفتاء على المنصات الإلكترونية. طبيعة التنقيحات التي ستحصل في الدستور. كلها ستكون من جهة رئيس الجمهورية. وليس بإشراك المنظمات والمجتمع المدني والأحزاب السياسية. رغم أنه كان مفاجئا كلمته البارحة. يوم تسعة من هذا الشهر بعد حديثة احتراق مقر حركة الناظر. كان كلامه مفاجئا للتونسيين جميعا. كان كلامه مطمئنا حديث على أن التونس تسعى الجميع. وعلى أن الخلافات السياسية لا يجب أن تمنع التعايش بين التونسيين. وعلى أن هنا يجب أن نتجنب السباب والشتام. إلى غير ذلك كان خطاب هذا ومطمن الذي فاجأ به البارح. وهذه الإجراءات الصارمة التي هي حقيقة تعبر عن شخصياته ومصاريه. وكانت منساجمة مع شخصياته. هناك تحوفات حقيقية من أن يكون قيس سعيد ذاهب على كله ويقول يتحمل مسؤولياته بذلك. وهو يتحدث مرات على أنه مشروع استشهادي. ولن يتراجع فيما هو ذاهب إليه. ولكن إلى أي حد ستكون هناك معارضة واسعة وكبيرة. ولكن إلى أي حد ستكون المعارضة معطلة أو معرقلة. هو شبه مطمئن. لأن هذه المعارضة ستكون في الشارع أو عبر التعبير. ولكنه واضح قال إذا مرت هذه المعارضة إلى ممارسة الفعل المادي. فأنه سيواجهها بوابل من الرصاص. وقال هذا أكثر من مرة. أنه سيربه بوابل من الرصاص إلى حد لا. سأعطي فرصة لسيد بلحسن اليحياوي للرد عليها. وهي لربما لديه رد عليها. ولكن قبل الرد عليها أيضا سيد اليحياوي أشار إلى نقطة أخرى. هذه الاتهامات بأن الرئيس لا يحمل برنامج اقتصادي. لربما غير عادل على اعتبار أنه حمل هذا الإرث لسنوات طويلة. وأيضا عندما كانت حركة النهضة تتحمل المسؤولية طوال السنوات الماضية. والحكومات السابقة لم تنجح في معالجة الوضع الاقتصادي. لماذا الآن اللوم له وليس اللوم أيضا على الطرف الآخر؟ السؤال موجلي. نعم تفضل. باختصار أرجوك. نعم الأزمة الاقتصادية. نعم الجميع يتفقون على أن منظومة الحكم منذ 2011 لم تنجح في إدارة المسألة الاقتصادية بشكل جيد. هل كانت ورثتها أيضا الأزمة؟ لأن البلاد كانت مرتهنة أيضا لسندوق النقد الدولي حتى قبلها 2011. ولكن ربما الانشغال بالمسألة السياسية والصراعات السياسية وهذا حصل حقيقة. هو الذي عطل المسألة الاجتماعية. أن الذين حكموا منذ 2011 لم يقدموا مقاربة اجتماعية اقتصادية. وإنما انشغلوا بالمقاربة السياسية. وظلوا في معارك السياسية. وتركوا المسألة التنموية والمسألة الاجتماعية. وهم بالتأكيد يتحملون مسؤوليات كبيرة في ذلك. قيس سعيد الآن سيحاسبه بالتأكيد. سيحاسب الذين فسدوا والذين أجرموا والذين سرقوا والذين تعربوا. سيحاسبهم. هل سينجحه في تقديم بديلا؟ هذا نتمنى له. والتونسيون يتمنون من يخدمهم. أغلب الشعب التونسي لا علاقة له بالإدولوجيات وبالأحزاب. وإنما يريد من يحقق له التنمية. ويحقق له معاش. مستوى معين من الرفاه الاجتماعي. نعم. واضح. أعود إليك سيد بلحسن للرد على النقطة التي أشار إليها سيد بحري. وهي مسألة مدى صدقية هذه المنصات الإلكترونية. طبيعة الأسئلة التي ستطرح. والمراجعات. من الذي سيشرف عليها ويجريها. هناك تساؤلات كثيرة وتخوفات وشكوك حولها. كيف ترد؟ في الحقيقة فيما يتعلق بالناحية اللوجستية. نعم. تصور أن إجراء هذا الاستفتاء أو هذه المنصات الإلكترونية. هي مسألة جديدة على تونس نوعا ما. ودائما في الداخل التونسي. كنا نسمع هذه الدعوة إلى ضرورة رقمنات الإدارة وما إلى ذلك. وقد تكون هذه الخطوة هي الخطوة الأولى التي تفتح الباب واسعا أمام الإدارة التونسية. وأمام تونس ككل الدخول إلى عالم الرقمنة. بصورة أقوى. ولكن أتصور نعم سوف تكون هناك العديد من المعوقات على المستوى اللوجستي. ولكن أيضا في نفس الوقت ثمت قدرة وثمت كفاءة في الداخل التونسي لتجاوز كل هذه المعوقات. الآن إذا نتحدث عن شفافية مدى شفافية ومدى صدقية هذه الاستشارة. أو هذه الاستشارة الموسعة أو هذا الاستفتاء. هو نفس السؤال الذي كان يطرح حول الانتخابات ومدى صدقيتها ومدى شفافيتها. والثقة الكاملة بالنسبة للتونسيين كانت دائما ثقة اتجاه الكفاءات التونسية والإدارة التونسية بصورة عامة. ولا أتصور أن الرئيس قيس سعيد يحمل مشروعا ديكتاتوريا. ولا أتصور أن له القدرة لكي يثبت دعائم هذا المشروع. إرادة الشعب التونسي وحرية الشعب التونسي أمر لا يمكن مصادرته بعد أن دفع هذا الشعب ثمن ذلك دماء كثيرة من أبنائه ومن شبابه ومن نسائه ومن أطفاله. وبالتالي لا يمكن لأي كان أن ينزع هذا الأمر من التونسيين للرئيس قيس سعيد ولا سواه. نعم. باعتقادك سيد بحري هل سينجح الرئيس في الاستمرار في هذه الرؤية التي طرحها وتطبيق خارطة الطريق في المرحلة المقبلة؟ نحن نأمل أن ينجح. وهذا يحتاج إلى طقس سياسي هذا. ولا أرى أن الأستاذ قيس سعيد يشجع على تهديئة هذه الأجواء السياسية. ونحن نتابعه وردود الفعل الأحزاب والمنظمات. ولم يترك معه أحدا حتى الإتحاد العام التونسي للشغل. وصخر منه البارحة. ورده أيضا بسخرية والسهزاء على الطيار الشعبي وطيار الديمقراطي وحركة الشعب. وهم الحزباني الذين كانوا يعتبران منظرين لمشروع 25. يحتاج أيضا إلى حاظنة شعبية واسعة وكبيرة. وربما هذا ما يتمتع به الآن الرئيس قيس سعيد يتمتع بهذه الحاظنة الشعبية. سيحتاج أيضا إلى ثقة الدوائر المانحة والمقرذة. لأن تونس دولة إلى حد الآن نحن في أزمة اقتصادية. ونحتاج إلى هذه الدوائر. ولسنا معزولين عن العالم. أجواء الاستثمار تحتاج استقرارا وأمانا. وهذا ما عانيناه منذ 2011. حيث أن الكثير من المشاريع الاستثمارية وقع ترحيلها إلى دولة شقيقة. مئات المشاريع التي خرجت من تونس بسبب الاضطرابات والإضرابات والاغتيالات والفوضى والاحتجاجات. والأجواء لم تكن مطمنة. إذا تحقق هذا الاستقرار. إذا تحقق تقص سياسي هذا. أعتقد أن قيس سعيد ربما بما يحظى به لدى قطاع واسع من التونسين من صدقية ومن إطمعنان لشخصه. ربما ولكن هذا لا يكفي. حسن نواية لا تكفي إذا لم يكن هناك حسن تقدير. وإذا لم يكن هناك تضافر للقوى المدنية والاجتماعية لتحقيق هذا المشروع. ومن دون هذا التضافر وفي ظل هذه المواقف من قبل القوى السياسية الرافضة سيد بل حسن. هل باعتقادك سيكون سعيد قادر؟ وهل يمتلك بالفعل الحاضنة الكافية لإنجاح هذه الرؤية وخارطة الطريق التي رسمها؟ نعم الآن يجب أن نكون موقعيين سقف انتظارات التونسيين كبيرة جدا منها الرئيس قيس سعيد. الآن إذا نتحدث عن المجتمع الحزبي أساسا والمجتمع السياسي الذي كان مهيمنا على صنع القرار السياسي في العشر سنوات الأخيرة. على كل هذه الجماعات أن تعود إلى قواعدها وأن تتحمل مسؤوليتها التاريخية فيما صارت إليه الأمور وفيما تسببت بسوء إدارتها للشأن السياسي. وعليهم أيضا أن يحاولوا التعامل مع الرئيس قيس سعيد بجدية. المشكلة الأساسية أن هؤلاء لم يأخذوا الرئيس قيس سعيد منذ الخامس والعشرين من جوليليا على محمل الجد. وفي كل فترة كان يثبت أنه جاد فعلا في ما يسميه عملية الإصلاح السياسي وأنه ماضي قدما في مشروع الإصلاح الذي يريد إقامته على المستوى التشريعي والمستوى السياسي. الآن هل ينجح الرئيس قيس سعيد التحدي الحقيقي وتحدي اقتصادي وتحدي مالي وبالتالي تحدي مجتمعي. إذا تمكن الرئيس قيس سعيد من توفير الإرادات المالية اللازمة للحفاظ على الأقل على نفس المستوى. حتى وإن كنا يمكن تسميته بالمتردي نفس المستوى الاقتصادي المتردي في تونس. فهو يعتبر نجاح في ظل ما يحدث في العالم من حولنا وفي ظل استمرار جائحة كورونا وفي ظل تساقط الاقتصادات الكبرى في أزمات عميقة وخطيرة جدا. شكرا جزيلا لك سيد بل حسن اليحياوي الكاتب والباحث في العلوم السياسية من تونس. وأشكر أيضا سيد بحري العرفاوي الكاتب والباحث السياسي. شكرا لكم.